أسئلة عديدة سيجاوبنا عليها الدكتور شادي الخطيب أكيد رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي يسعد صباحك أهلا وسهلا دكتور سعد صباحك وصباح التصدي لفيروس كورونا بتقوية جهاز المناعة هيك اليوم عنوان الفقر 100% لكن خلينا نحكي عن أهمية جهاز المناعة وتقويته خاصة يعني مو بس لفيروس كورونا هلا بهذا الوقت لازم كتير نقوي وننقل شغلات طبيعية لكن دائما على مدى مستمر ويكون مثلا تفصيل حياة حقيقة أول شي سعد صباحكم سعد صباح الجميع اللي يعني عم بشعروا بخطر كورونا ولكن مع الإجراءات الوقائية اللي عم تقوم فيها الحكومة الحقيقة فينا فعلا نتغلب ونكسر حلقة العدوى وبالتالي نخفف من الفوع ارتفاع مباشر لعدد الإصابات في العالم هو كان المشكلة وهذا اللي صار بإيطاليا الحقيقة لذلك نحن بوعي السوريين وبحكمتهم نحن نتمنى يوعب لأنه لازم نحس أنه لسه ما أدركوا هذا الحطر لازم نشعر بأننا القصة ما ننزهها هي الفكرة فعلا نحن بحاجة لنكسر هذه الحلقة اللي مجرد نكسرناها حافظنا على سوريا آمنة تماما من كورونا مثل الحمد لله ما عم تشير تقارير منظمة الصحة العالمية لليوم اللي بدي أقوله اليوم شغلة كتير مهمة مثل ما ذكر التقرير الحقيقة وتفضلتي حضرتك جهاز المناعة هو الدرع الذي يقوم بحماية الجسم ضد أي اعتداء خارجي عليه نحن اليوم في عنا جهاز مناعة مدرب وكفوق لا يواجه كل الإصابات اللي ممكن تحدث للجسم السؤال الذي يطرح نفسه هل جهازنا جاهز لأي إصابة خلال فترة الشتاء أو تعرض لبعض أنواع الجراسيم والفيروسات دائما نقول الجهاز مدرب ولكن يحتاج إلى دعم بمجموعة من الأغزية والسلوك الصحي واستخدام بعض المكونات الطبيعية اليوم حبيت بلش حديثي بصراحة من مركب مهم جدا معروف هو العكبر أو البروبوليس الحقيقة البروبوليس يسمى هو كلمة بالأساس يونانية الأصل تعني درع المدينة هذا الدرع الموجود يعني سبحان الله خلية النحل مطلية من الداخل بأماكن الحساسة جدا بهذه المادة ليش هذا السؤال كثير مهم لما العاملات بدون يرجعوا على خلية النحل بدون يفوتوا من بوابة المهبط لحتى يفوتوا على ضمن الخلية مطلية بالبروبوليس لحتى تعمل تعقيم مثل ما نحن نعمل تعقيم على أبواب البيوت كل الأماكن الحساسة أماكن مثلا الحضانة للنشأ الجديد من النحل أيضا كلها مجهزة ومطلية بالبروبوليس اللي هو تركيزه 90% بيكون موجود في هذه الأماكن الحساسة مما يمنع أي نوع من الجراسين والفيروسات وأي كائنات حية ممكن أن تهاجم هذا المكان دعنا نسأل سؤال معقولة خلية نحل فيها رطوبة عالية ودرجة حرارة بال37 وفيها تقريبا 30 كيلو سكر ولا تتعفن من يحفظها البروبوليس هذه المادة الله سبحانه وتعالى خلق هذه المادة ليحفظ فيها حياة النحل ومكان سكنهم بشكل آمن من أين تأتي هذه المادة تجمع من الأشجار من راتج بعض الأشجار مع بعض هي ريزين مركب ريزيني مع الشموع الموجودة ليستحصل على هذه المادة يتم فيما بعد تحويلها إلى مركب غزائي ممكن استخدامه بعد عملية توضيبة بشكل صحيح نحن نحن نحكي عن العقبور كمادة هي لتقوية الجهاز المناعي 100 مئة للجسم يعني فيه ممكن هذه المادة ممكن تعزز من الجهاز المناعي ومثل ما شفنا ضمن عدة فقرات من ضمن حملة التصدي لكورونا أن الجهاز المناعي هو الأساس في درق الأمراض هذا المرض دعنا نحكي ما فيه شغلات أيضا غير هذه المادة المعقمة التي ممكن تعزز الجهاز المناعي بطريقة بشكل صحيح دعنا نوضح نقطة مهمة جدا نحن اليوم هذه المركبات ماذا تفعل نحن اليوم نحن نحكي عن العكبر العسل بالشكل الأساسي نعم نحن متوفرين نحن فينا نستخدم الزنجبيل من المركبات الأساسية الثوم يعني نحن فيه عشر مركبات أساسية فينا نعتمد الشوفان عرق السوس الوردة الشامية بالإضافة إلى بعض المركبات مثل زيت كبد الحوت وزيت السمك كل هذه المركبات لها دور الكركم بشكل أساسي فيه رد فعل مناعي مدرب وكفو كيف يتم ذلك؟ على سبيل المثال العكبر له مستقبلات لمركبات البوليفينول الموجودة فيه على سطح الخلية البالعة وبالتالي نحن فيه عنا ضمن الجسم الخلايا المناعية عنا خلايا بالعة كبيرة تقوم ببلعمة كل المركبات الغريبة هذه ممكن تكون ضعيفة في العمل في بعض الأحيان حينما يأتي مركبات من نظر خارجي مثل المركبات اللي هي داعمة للمناعة تتحد معها وتحول إلى مركبات كفؤة سريعة مفعلة تقوم بالتصدي لكل المركبات الغريبة عن الجسم البيروسات والجراسيم تنتج مركبات داخلية هي بتساعدنا على التصدي لأهل الفيروسات سواء كورونا أو غيره نحن اليوم لما نحكي عن رد فعل مناعي ليش عم بيقولوا عن هذا المرض أنه نحن في عنا مشكلة مع هذا المرض أنه لا يوجد مناعة لهذا المرض سابقة نحن ما كان في عنا معلومات مناعية عن هذا المرض وبالتالي الجسم غير مدرب عن نفسه تجاه هذا المرض حينما يستطيع الجسم أن يكون كفوق بمناعته فنستطيع أن نتجاوز هذا الموضوع حقيقة في عنا يعني بالمجتمع السوري من النباتات المتوفرة الكثير من النباتات اللي ممكن الاستفادة منها ضربت مثال على ذلك موضوع الوردة الشامية أنواع المتعددة سواء بشكل خلينا نقول الاستحصال عليها بشكل شربات مربة أي مركب يحتوي على الوردة يساعدنا في رد فعل مناعي ومصدر لفيتامين سيم وهم نحن ممكن نستخدمه بشكل يومي ممكن تتخذ كغلي ممكن تتخذ طبعا المشروبات الساخنة هي المفضلة اليوم في هذه الأوقات مشروبات ساخنة ومثل ما أنا الزنجبيل الزنجبيل له قدرة مهمة جدا على تحسين رد الفعل مناعي بالجسم هو الكركم حقيقة الكركم هو نوع يشبه الزنجبيل ممكن استخدامه سواء بشكل مسحوق أو بشكل يعني الفرش اللي هو الحديث ممكن أن يوضع مع الشاي ممكن أن يوضع الشاي الأخضر أيضا مهم جدا يحتوي على مركبات فينولية تساعد الجسم على رد مناعي كفو حقيقة نحن كفريق نقوم حاليا بالعمل الأستاذ إبراهيم الهواري على عمل تحويل العكبر إلى شكل حلول يمكن استفادة منه الأستاذ الدكتور أحمد قرع علي من جامعة التشرين استطعنا أن نصل إلى صيغة يمكن استخدامه في دعم المناعة من المركبات السورية وأنا أقول للجميع أي شيء من هذه المركبات النباتية العشبية مثلا الشوفان نحن فينا اليوم يوميا يكون في عنا وجبة من حساء الشوفان اللي هي يعني مصدر مهم جدا لمركب اسمه بيتاق لوكان بيتاق لوكان مركب مناعي مهم نعم وبكل دول العالم يستخدموا هذا المركب لدعم المناعة نحن متوفر عنها يمكننا أن نستخدمه وبالتالي دعونا نتوجه باتجاه البدائل ممكن الثوم مهم جدا يحتوي على مركب الأليسين والألين اللي هي مركبات مهمة جدا أيضا في دعم مناعة وفي قتل الجراسيم والفيروسات مباشرة يعني لدينا نوعين من التأثيرات تأثير مباشر على الكائن الغريب وتأثير على مناعة الجسم لتستطيع أن ترد أو تدافع عن نفسها باتجاه هذا الكائن الغريب إذن هذه تأثيرين ممكن الاستفادة منهم طبعا نحن هون عم نحكي عن مناعة ودعم مناعي ما عم نحكي نحن اليوم عن وسائل تعقيم وسائل تعقيم مهمة جدا بغض النظر عن أي شيء عزل تجمعات مهم جدا أيضا لأننا نحن نخفف من نعم أنه بالرغم من أنه كل العالم صارت أنه قالت أه باكل حبة توم أو بشرب أو باكل حبة عكبر ويلا بنزل هذا الموضوع كثير خطير يعني بس الناس تدرك أنه لازم يكون في نظافة شخصية في تعقيم تبتعد عن التجمعات التزم بالإجراءات الوقائية يعني أكيد وزارة الصحة ما عطتها الإجراءات عن عبث لولما أنه في خطر كبير عم تحاوي تحمي هالشعب السوري اللي عمده تسع سنين نعم الراهن على وعي يعني منوجه للجميع يعني فعلا كسر دائرة العدوى مهم جدا اليوم الاستمرار بالحياة بشكل طبيعي في هذه الإجراءات نحن بحاجة فعلا لهذه الإجراءات اللي هي تحقق الأمان في مجتمعنا اليوم نحن فعلا الحكومة قامت بما يتواجب عليها ولكن علينا نحن كشعب أن نقوم بما يتواجب عليها للا استخفاف للا عدم استخفاف كبير مشكلة كبيرة كما حكت زينب أنه نحن ممكن ناخد حبة وننزل فينا ننزل على الشارع أبدا 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 نشوف أطفال بالحضائق نحن نتمنى الأطفال هنا أكبر حدد ممكن ينقل العدوى ممكن جهازنا المناعي يكون أقوى ولكن هنا ناقلين للعدوى ياريت نحمي أطفالنا 100% أطفاله كبار السن وهي حلقة لا تنتهي يعني بنتيجة إذا حدا أصيب من العائلة رح ينقل لأهله يعني نحن هي المشكلة هون ليست مشكلة فردية شخص ما نمسؤول عن ذاته فقط أساليب الوقائية التي تقوم بها الحكومة اليوم هذه الإجراءات مهمة جدا تساعد المجتمع على أنه يستطيع لتجاوة هذه المحنة العالمية يعني اليوم خلينا نشوف تجارب الغير ليش نحن ما نطلع على تجربة إيطاليا كيف استخفافهم في الموضوع ووصلوا لفوع من الإصابات مخيفة جدا دكتور يمكن انتشار الفيروس سريع جدا يعني هذا الخطر اللي نحن نحاول أن نفهم العالم أنه ضلوا بالبيت صبحيات كون على التليفون خلوها تفرجوا على شاشات الإعلام الوطني في عنا كثير من البرامج التوعوية اللي ممكن أنه كمان تاخدوا أفكار منا أسبوعين ما في شي رح يهرب كله رح تلحقوا عليه بس نكون بصحة منيحة ونحمي سوريتنا الحبيبة من خطر طبعا هالفيروس كمان خلينا نحكي هل ست البيت مثلا بدي تعمل أكل صحي بالبيت قاعدين بالبيت خليكم بالبيت بنا نعمل أكل صحي المواد اللي جائبة شو فيها مثلا ممكن تعمل أشياء صحية أو جهاز المناعة وبنفس الوقت ما تحرم تعمل هيك جو بالبيت أحسن ما تطلع سيران بحط بالبيت باخترع أشياء جديدة إن كان من زهورات من مربيات من ممكن مواد غذائية فيها مناعة نحن خلينا نقول مفتاح الأساسي من الوقاية هو المناعة بالنسبة إنا غير أننا إجراءات قمنا فيها وكذا لكننا اليوم بدنا مناعة لحتى نجاوز الأمراض بشكل عام اليوم بالبيت نحن لدينا السوائل الساخنة مهمة جدا بالإضافة أننا اليوم نحكي كمجتمع سوري معتاد على الزهورات الشامية معتاد على استخدام الماليسة والميرامية والزوفة اليوم في دعايات بتطلع أن اليانسون لا يا جماعة مش اليانسون بس نحن الأرفة الزنجبيل الأرنفول كل هذه المركبات هي مركبات داعمة ومهمة لجهازنا المناعي نحن فينا نعتمد هذه المركبات بشكل عام العرق سوس المشروب السوري المهم هي المركبات الداعمة المهمة جدا للمناع بس ننتبه على الموضوع الذي عنده إصابة بالضغط أو الذي عنده احتباس سوائل بس الفكرة أن العرق سوس حتى صرنا نخاف حتى على المواد المكشوفة يعني يتحضر بالغلي وبعدين يتبرد يتحضر بالغلي وبعدين يتبرد نحن اليوم بالبيت لازم نحضر هذه المركبات بالإضافة أن نحن اليوم لازم يبقى دائما ما يصير فيه جفاف بالفم لأنه جفاف الفم هو وسط مهم جدا للفيروسات ووجودها اليوم بشكل دائم يكون في عنا نحن الحصول على هذه المركبات اللي هي أساسها تقوي المناع على نتيجة وجود مركبات فينولية وبالشكل الثاني فيتامين سي مهم جدا ممكن ناخدهم مصادر طبيعية وممكن ناخدهم نحن من المركبات السيدلانية المتوفرة بالسيدلانية يعني دكتور شادي جايب هيك مواد كلها يمكن قوي الجهاز المناعي ولكن في نقطة مهمة يعني كل هذه المركبات خلينا نقول هي مركبات موجودة ومتوفرة في المجتمع السوري بالبيت فينا نحضر هذا المربع ونوضع معه مركبات تانية داعم المناعات خلي الأطفال يأخذوها بدل الشوكولات وبدل الأشياء أكيد فكرتنا بس أنه قديش مهم أنه لو أخذوا هذور كمان ما لا ينزلوا على الشارع بين التجمعات قديش مهم هذه النقطة الركز عليها أنه لو أخذنا نحن عسل لو أخذنا عكبور لو أخذنا زنجبيل لو عملنا ديتوكس بالبيت الكامل لأنه نقدر نحمي حالنا ولكن نحن نخرب كل هذا الشي مجرد ما نحن نزلنا على الشارع بلشنا اختلاط اختلاط قديش مهم أقل من متر المسافة يعني في مشكلة مهمة بعملية نقل العدوى عن تنامس السطوح اليوم الإجراءات اللي يقام فيها مثل ما شفنا بتقرير اللي عندكم أنه في بلديات عم تقوم بعملية الرش والتنظيف وبالتالي خلينا نساعدهم لما يكون متواجدين بشكل دائم مارس حياتنا بشكل بنفس الرتم المعتادين عليه ما عاد فينا يعني نساعد في هذا الموضوع خلي بس المطوعين والأشخاص اللي عندهم صلة بالصحة يقوموا بهذا العمل وخلينا كمجتمع فعلا خليك بالبيت هالأسبوعين خلي هالنموذج السوري يكون نموذج فعلا بعد ما تخلص هالأزمة هاي إن شاء الله يقولوا أنه المجتمع السوري قدر بفضل حكمته أنه يتجاوز هالما نحن بدون إصابات إن شاء الله نعم يعني دكتور بالنهاية مثل ما قلنا كتير انتشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى عبر اليوتيوب يمكن بعض الفيديوهات عن كيفية انتشار فيروس كورونا بإيطاليا بأكثر من فرنسا خلينا نحكي شوي على سرعة انتشار هالفيروس هو فيروس موحب جدا للأسطح لللمس ويعيشها مدة حياة يعني ممكن توصل إلى 12 ساعة ممكن على الأسطح ممكن أيام في أسطح ممكن أيام إذا ما تم التعقيم فعني ضرورة أنه مثلا الواحد يكون واعي إذا طلع اضطر اضطر نقول اضطر وطلع أو إذا بده مثلا يجيب أي شيء قد يكون حذر حتى بارتداء القفازات بالتعقيم ما يكون متواجد بأماكن مزدحمة يعني هاي الإجراءات قد يمهم نحن دائما العدو الغير مرئي هو عدو صعب لو نحن في عنا إمكانية نشوف من خلال المجهر عدونا رح نتجنب بس نحن عم بصير عنا أنه نحن عم نتوقع وجوده في أماكن معينة هو محب لي مثل ما قلتي لكتير الأماكن ببقى فترات طويلة نحن هاي الأماكن عم بصير فيه تماث خيقول من خلال السطوح المقابض من خلال الاختراب غير الآمن من خلال حتى التداول الأوراق العملة كما الأوراق المالية كل هاي الأوراق العادية بكل مكان حوالينا ممكن يكون موجودة هذا الفيروس الكيفية تكسر هذه الحلقة بالتعقيم الجيد وعدم لمس الوجه الأنف خلال اليوم طبعا السلام صار موضوع قديم يعني لازم نعتمد طرق السلام الجديدة وحقيقة اليوم نحن موضوع التجمعات يعني شو دل معنى؟ اليوم مدارس جامعات كل اياتهم عم يقدروا اليوم من خلال الإجراءات الاحترازية ودعم الوزارات المختصة عم يحصلوا على المعلومات عن طريق الإنترنت موجودين بهالوقت وخليني أقول نحن العالم كله اليوم نموذج الصيني حكوا بأنه هن الإي ليرنينج أو التعليم عن طريق الإنترنت تعتمدوا خلال الفترة وصار موجدي جداً وبالتالي كسر حلقة العدوى بيكون من خلال الوعي نحن اليوم بعد التماس مع أي مكان محتمل إصابة لازم يكون في عنا تعقيم سريع بالكحول اللي بيزيد على 60% ولفترة كافية لحتى يتم حوالي 20 ثانية 30 ثانية يتم التخلص من هاي الكائنات اللي ممكن تكون مجهرية هي وغيرها من الكائنات اللي مجهرية واللي مع ما نشوفها وبرجع أقول لو نحن عنا أمكانية نشوف هالكائنات فعلاً رح نشوف قديش خطرة وقديش لازم يكون نحن في عنا وعي بالتعامل معها لأن هالكائنات مدمرة للجهاز التنفسي المشكلة ليس فقط الإصابة المشكلة لا يتلو الإصابة من ذات رئة من إصابات قلبية من احتمالات وفاة وهذا اللي نشوفه نحن كيف صار ببعض الدول اللي ما أدرت يعني تكبح عنان هذا الفيروس الخطير كان دكتور هي الأعداد الكبيرة وسرعة انتشاره وما أدروا يسيطروا ويعالجوا كل الإصابات كيف بدك تستوعب كل مصابير في هذه المشكلة؟ دول العالم هذا الكلام غير متوفر يعني اليوم بكوبا عزلوا بعض الدول نحنا بعض المدن نحنا اليوم فعلا الإجراءات الاستثنائية التي قامت بها الحكومة مهمة علينا كمجتمع أن نكون مئة بالمئة معا يمكننا نأخذ نصائح أخيرة منك دكتور شاري لك اللي يتابعنا حتى اللي عم ينشوفون لابسين كفوف بإيديون هذول نحنا يحترموا اللي عم ينشوفون لابسين كمامات أيضا ما لازم نستهزئ نشوف أنه إيه لابس كمامة إيه لابس كمامة نحنا عنا فيروس طبيعي أنه يلبس كمامة طبيعي أنه يحط على يلبس كفوفة إيديه طبيعي يحمل قدينة السبيرتو بيجيبته ما ضروري نحنا نتمسخار على هذه الأشياء اللي هي لازم نتبعه وهي أشياء ضرورية يخايف على حاله كلنا خايفين على حالنا والخوف موجود ولكن إذا نحنا درنا بالنا من خلال نصائح إلا ستعطيها لجميع مشاهدنا ممكن إحنا نتصدى لهذا الشيء أول الشيء مثل ما تفضلت حضرتك الاهتمام بالعقامة وسائل النظافة بشكل أساسي اعتماد التوجيهات الواردة عن طريق وزارة الصحة والتي عم توصل حقيقة حتى عن طريق وسائل مختلفة من ضمن الاسم اس وفيها توجيهات واضحة كيفية التعامل مع الأسطح وكل الأماكن اللي ممكن تكون ملوسة أو معرضة للإصابة الأمر الثاني موضوع جهازنا التنفس إذا نكون صحته جيدة ممكن بالبيت نحنا بشكل دائم يتم تهوية المنزل حتى نحافظ نحنا على نقاء الجو الموجود ممكن نعتمد الأوكاليبتوس اللي هو نبات سوري مهم كينة الشام نضعه بالبيت ونغلي الماء ونجعل رائحته العطرية يعني تعقم المنزل ممكن نعتمد أيضا المركبات المعقمة تعتمد بشكل أساسي على الكحول 60% فما فوق هذه مهمة جدا الإبتعاد مسافة متر عن الآخرين مهم جدا عدم التجمع دعم المناعة بشكل دائم نحنا نرجع باختصار شديد العسل والزنجبيل مهمين جدا العكبر الشوفان عرق السوس الوردة هؤلاء كلهم فينا خلال اليوم نحنا نحضر منهم مشروبات نحضر منهم استخدام المركبات اللي بتدعم منعها في الطهي حتى مثل الشوفان ذكرنا مهم جدا الكركم الكركم الزنجبيل هاي حتى يكونوا موجودين ضمن المطبخ السوري الأمر الآخر الانتباه بهالفترة بشكل رئيسي من الإشاعات الإشاعات يعني أمر اليوم نسمع إشاعات مرات بتخلينا كمجتمع نأخذ بعض المعلومات من الإنترنت ونعتبرها طبية المصدر مهم جدا نتوخد دقة في هذه المعلومات أي معلومات بدنا ناخدها حول الفيروس حول أي شيء له علاقة بهذه الصحة لازم تكون مرتبطة والإبلاغ عن حالات الإصابة في حال أي إصابة كان هذا مباشرة لازم تكون مهمة أكيد يعني إذا حدا حس بأي عارض يحجر حاله ويروح دغري يعمل الفحص نحنا نقول لكل عم يسألنا أنه طب ليش أنتو عم تطلعوا نحنا عم نعمل إجراءات بقائية وجايب لنا الدكتور عكبر أكلنا أنا وسالي أبل ما نطلع على الهواء وأكيدنا نقول لكل العالم دكتور يعني أول إجراء اتخذتوا أنه الجامعات المدارس أقفلت الجوامع حتى هلأ الإجراء الثاني المطاعم حتى فعلا وزارة الصحة تخفف من هاي التجمع إن شاء الله الناس تفهم هالإجراءات وما تضطرنا لإجراءات ثانية ونحن عبر الإعلامة نحاول فعلا نعمل حملة للتصدي الفيروس كورونا بالوعي الوعي هو الذي نراهن عليه والمسؤولية أسبوعين تحملونا من الأسبوعين وكتاب عدوا معي لتصقفوا وعملوا هواية بالبيت أكيد كنتم تتمنى العطلة بالأيام العادية هي إجتكم لكن نتمنى تلتزموا دكتور شكرا كثير على كل النصائح شكرا العافية إن شاء الله سوريا دائما آمنة بكل شعباء والشكر للقيادة التي توجهت بشكل صحيح لدعم صحة المواطنين أكيد شكرا